أعلنت جماعة الحوثي استهداف العاصمة الإماراتية أبوظبي وإمارة دبي بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وقال المتحدث العسكري حيسريع إن الجماعة ضربت أهدفاً نوعية ومهمة في أبوظبي بعدد من الصواريخ الباليستية وأهدفاً حساسة في دبي بعدد من المسيرات وضف أن الإمارات ستظل غير آمنة وطالب المواطنين والمقيمين والشركات في الإمارات بالابتعاد عن المقرات والمشاة الحيوية كونها عرضة للاستهداف خلال الفترة المقبلة من جانبها قالت وزارة الدفاع الإماراتية إنها تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي دون وقوع أي خسائر وضف بيان الوزارة الإماراتية أن بقايا الصواروخ الباليستية سقطت خارج المناطق المأهولة بالسكان مشيرة أن القوات الجوية وقيادة التحالف نجحت في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في محافظة الجوف من جانبها نفت هيئة طيران المدني الإماراتية الأنباء المتداولة عن تعليق حركة الملاحة الجوية وأكدت أن الحركة الجوية في الدولة تسير أو تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلة الطيران بشكل طبيعي